الواقع الاجتماعي للدولة إذا كان المشروع اللي قدمناه الأسلاحي لي صندوق النقدة الدولي راهو جانب الاجتماعي كان مش تخلى عليه الحكومة والدولة هوا هنا الاشكال كبير المعركة هي تو هنا معركة السيادة الوطنية هي معركة شو ندخل السيادة الوطنية احنا عملنا مشروع يا سيد عبدالرزيز تعويضاته بربي تو السيدة الوطنية بعد نقولوا تياحنا قدمنا المشروع الأسلاحي تونس لكنها عليش معطونا شقارة عليش احسب رايكم انتم معنا لانو الزمانات اللي يحبوا عليها هوا ما يوهش شنين هي الزمانات؟ الزمانات هي التفويت في القطاع العام هي رفع الدعم وهذا بالاساس هذو مرزوس هلية معناها احنا كحفاظ على السيادة الوطنية كحفاظ على الواقع الاجتماعي كنن لا؟ ونعتبروا انو هي مص من السيادة الوطنية لانو احنا مش نعمل لي خيارات امتاع التفويت في القطاع العام يعني انت اداخلت في الشان ايها تونسية انا كحكومة عملت عملت مشروع؟ هزيته صندوق النقد الدولي. انا اللي عملته. انا. حكومته سي. وين الاملاقات متع صندوق النقد الدولي؟ ايه بالنسبة للاملاقات صندوق النقد الدولي ما كانت منتورة. كانت منذ حكومة يوسف الشيهت. حتى يوسف الشيهت عمل مشروع ومحترموش وقصو علينا. قصو علينا. بعد في 2019 قدمنا مشروع ومحترموش وقصوش علينا. علاش تو كيف نقدمو مشروع فيه يفرضو علينا فيه التخلي عن احنا نقوله في المشروع وثم اصلاحات كبرى. اصلاحات هيكلية للقطاع العام. هو يقول كلا نحب التفويت في القطاع العام. ويحب رئيس الجمهورية يمدينو على هذا. هي رئيس الجمهورية رافض. واحنا رافضين. واحنا نأيدو رئيس الجمهورية. والحكومة موافقة. الحكومة مش كون قال موافقة. ريتوا المشروع عنتي. ريتوا انا. مارينيشو. هما قالوا. قطوس فيش كارا عملتنا الحكومة. لا هي قدمت مشروع لكن انا ما نعرفوش. اللي فيه الحكومة بالحق اتخلات على القطاع العام وقررت انها مش تفوت فيه. هذا مارينيشو. اللي ريناه احنا هو صندوق النقد الدولي يضغط في اتجاه الامضاء على التخلي. على اللقاء تعالى. سي عبد الرزيق. هذا ما يطرح سوال يطرح المواطن تونسي العادي. معنا نطرحوه عليكم انتوما كانوا وابوا اليوم في جلسة عامة ماشين. سي عبد الرزيق يقولولك. هل حان الوقت اذا. باعتبار مسلوب الشعب. وقع انتخابه. التوجه. هو الكل تقريبا يساند ومصار خمسة عشرين جوليا. رغم اختلافات. ما هاشي في العمق. ما نقولش في العمق. هل حان الوقت انه نغير الحكومة الحالية. سيد التنفيذية. اه. يقودها رئيس الجمهورية. معنا. ورئيس الجمهورية بش يشوف ربما سمى يعني اداة سيئة. لدى وزير او لدى وزارة. ينجب يغير. وهذا امر مطروك لرئيس الجمهورية. ومعنداش دخل فيه رئيس معنا مجلس النواب ومجلس النواب. اللي عن. هاش تدخلوا انتوما في العمل متع السلطة التنفيذية. هو في الاليات. في العمل. في المشاريع. في الانجاز. في القدرة على الانجاز وتحقيق الاهداف. لان انت توجه سؤال شافوي لوزير. ولا سؤال كتاب يلوزير. ولا تدعو الحكومة للنقاش. هي على الاداة وعلى الانجاز. ما نبش نتناقش مع الحكومة فقط. نتناقش مع الحكومة في برامجها. وفي تنفيذ البرامج والانجازات متع الحكومة. اذا مجلس النواب الشعب كانوا بش يخدم في ويت. والحكومة في ويت اخر. طبعا لي. كيفاش? لان مجلس نواب الشعب ستحال اليه مشاريع القوانين اللي رئيس الجمهورية بش يعطيها للحكومة تنفذها. والمشاريع هذه مش تمشي المجلس النواب للمصادق عليها. بعد القراءات القانونية يقولوا المراسيم. نعملها سيدة رسالة الجمهورية. الكل يزمها تتعدى تقول مجلس النواب الشعب. هل موجودة عندكم? هي في الدستور. ها? المراسيم تتعدى المجلس النواب للمصادقة. عليها تولي قواني. موجودة. 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 بالنسبة لكم انتم اولوياتكم كنواب. شيء الاولويات. لانو المواطن التونسي ما يهموش في نظامكم الداخلي يوم ما يهموش. في اه اه تفاصيل متع الخلافات اللي موجودة بين الكتل ما يهموش في كتلة واحدة. يهموا في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. اللي يسي عبد الرزاق. يظل انتي ولد اللحومة. معناها. احنا بالنسبة لنا. ريت مسألة العلاقة بالسندوق النقد الدولي. ومع البنك العالمي. والوضعية الاقتصادية لتونس. والوضعية الاجتماعية لتونس. هذي اولويات مجلس النواب الشعب. لانها اولويات الشعب.